الشيخ سلطان اول قال كلمة عظيمة قال الله خلق كل شيء خلق كل شيء من اجلك خلق لنا اشتركوا في القناة اصبحوا بأذانهم لا يسمعون الا الاغاني والملهيات واصبحوا بألسنتهم لا يتكلمون الا بالفواحش والمنكرات واصبحنا نبارز الله بأيدينا وارجنا وجوالاتنا اسألك سؤال اسألك سؤال واسأل الالاف اللي قدامي دليل بسيط بس جوالك هذا اللي بيدك جوالك هذا اللي اعطك يا الله عز وجل وفي شريحة وفي اتصالات وفي رقم سره ما حديدري انت مخزر رقم من ما حديدري اش الروابط اش الصور اش المقاطع اش اللي جوة هذا الجوال الا الله اسألك بالله سؤال جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام سؤال جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام إن كنت ممن ينشر فيه الخير إن كنت ممن ينشر به القرآن والإسلام إن كنت من ينشر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت بهذا الجوال تخدم الإسلام وإن كنت ترسل بهذا الجوال المقاطع والصور التي لا ترضي الله فأنت تهدم الإسلام وأنت تحارب القرآن لأن الأغاني ضديش الأغاني ضديش ضد القرآن ترسل أغاني بدل ما ترسل القرآن ترسل صور بدل ما تنشر إسلامك وتنشر الخير سنة النسلم تحارب الإسلام بالجوان هذا جليل من أدلة أقسم بالله العظيم بعض الشباب يقول لك الحمد لله أنا والله أصلي وأنا 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 بس عندي مشكلة واحدة وهي مشكلة بسيطة هي مشكلة الأغاني مشكلة الأغاني هذه مشكلة بسيطة كم من شاب يتمنى يقرأ قرآن مه قادر السبب الأغاني كم من الإنسان يتمنى يحافظ على الصلاة مضبوط مه قادر السبب الأغاني كم من الإنسان وقع في الفاحشة السبب الأغاني الأغاني ترى لها أثر خطير الأغاني الله عز وجل بشر صاحبها بايش بماذا بشر الله صاحبها في سورة الوقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ما هو لهو الحديث يقسم بالله ابن مسعود بأن لهو الحديث هو الغناء اشترى لهو الحديث صار يسمعه في سيارته في جواله في بيته صار عادي عنده الأغاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة